أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ما تتمتع به الصحافة الرياضية في البحرين من انتشار واهتمام بين الأوساط الشبابية والرياضية منوها بأهمية أن يظل التطوير في هذا المجال هو الأولوية مما سينعكس على تطوير الرياضة البحرينية بشكل عام جاء ذلك لدى لقائه بحضور نجلي سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بقصنك ضيبية اليوم السيد جياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بحضور ساعة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وسيد مؤنس المرد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية بمناسبة مشاركته في احتفالية عيد الإعلاميين العرب الثامن معربا سموه عن ترحيبه واعتزازه باستضافة مملكة البحرين لمقر الأمنة العامة للصحفيين الرياضيين في آسيا وقد أكد سموه على دور الإعلام الرياضي كمحور هام في تطوير الرياضة والعمل على رفع ثقافة والوعي الرياضي بين فئة الشباب والذي أصبح ضمن أولويات الخطط والاستراتيجيات الرياضية والشبابية ونوه سموه إلى تعظم هذا الدور من خلال الاستفادة من التطور التقنية الذي شهدته وسائل الاتصالات والتوظيف الناجح له وأشهد سموه بما يقوم به الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية من دور في تطوير الإعلام الرياضي متمنيا له دوم التوفيق في تحقيق أهدافه من جانبه أعرب سيد جياني ميرلو عن شكر وتقدير لصاحب أسم الملكي ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء بسموه وأشهد بتوجهات مملكة البحرين نحو الاهتمام بالإعلام الرياضي والعمل على تحقيق الأهداف العليا للإعلام الرياضي ورسالته على المستوى الدولي والقرية ترجمة نانسي قنقر